اشتركوا في القناة هم هم الذين قالوا بوجوب تغطية الوجه في زمان الفتن وانا ادين لله تعالى باننا نعيش الان زمان الفتن لكن مسائل خلاف كما اصلت قبل ذلك مرارا وتكرارا لا يجوز الانكار فيها على المخالف لا يجوز الانكار فيها على المخالف ولا نبغي ان يقول احد من طلبة العلم في مسائل الفتاوى وانا اقول فيها قولا واحدة الفتوى لا ينبغي ان يقال فيها قول واحد وانما هذا بالنسبة للحكم الشرعي المنزل من عند الله او من عند رسوله صلى الله عليه وسلم اي ان قاله رسول الله يعني لا يجوز ابدا ان اقول الربى فيه قولان لا الربى حرام لا يجوز ان اقول البيع فيه قولان لا البيع حلال واحل الله البيع وحرم الربى يبقى هذا قول واحد في البيع بانه حلال وقول واحد في الربى بانه حرام اما مسائل الخلاف فلا ينبغي ان ينكر فيها على المخالف ما دامت ادلة كل فريق من الفريقين ادلة معتبرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله والخلاف الناشئ بين الفريقين في هذه المسألة انما هو خلاف ناشئ عن اختلاف علمائنا في فهم الادلة فانا وانا شخصيا ادين لله تبارك وتعالى بوجوب تغطية الوجه لاننا كما ذكرت نعيش زمان الفتن نعيش زمان الفتن بشطريها او بنوعيا فتن الشهوات وفتن الشبهات والله تبارك وتعالى اسأل ان يسطر نساءنا وبناتنا انه ولي ذلك والقادر علينا